مرة أخرى يطغل الفشل على المفاوضات التي تجمع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سعيا للوصول إلى اتفاق حول تشكيل مجلس سيادي يدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وطبقا لبيان صادر على المجلس العسكري فإن جلسات التفاوض بين الطرفين تواصلت طواذ الاثنين وانتهت صباح الثلاثاء مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الأساسية العالقة كانت حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين أطراف في قوى الحرية والتغيير التهمة المجلس العسكري بالتعنت خلال المفاوضات والتمسك بأن تكون له أغلبية ورئاسة مجلس السيادة لافتة إلى أن ذلك من شأنه التأثير على عملية الانتقال السلمي وتحقيق أهداف الثورة فيما أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم التمسك بالحصول على الأغلبية في مجلس السيادة وبمنصب رئيس المجلس مشيرا إلى أن قوى المعارضة أعلنت سلفا عدم توقف نشاطها الجماهري وتمسكها باستمرار الاعتصام في الخرطم وبقية الولايات كما أنها أعلنت جدولا للحراك الثوري بما فيه من مواكب وإضرابات خطوات تقول المعارضة أنها ستتصاعد في حال عدم حدوث تقدم في المفاوضات مع إمكانية وصولها إلى مرحلتي الإضراب السياسي والعصيان المدني بالمقابل لا يبدو المجلس العسكري مستعدا للتنازل عن النفوذ الذي يتمتع به العسكر منذ عقود حيث توعد نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بضرب كل من يخطط لإحداث ما سمها فلاتات أمنية موصيا قواته بالياقظة والاستعداد لأي تحرك من هذا القبيل ومنذ السادس من نيسان الماضي يعتصم آلاف السودانيين أمام مقار قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب المحتجين الذين يخشون من تكرار ما حدث في دول أخرى وبالتالي العودة إلى ما قبل المربع الأول